بسم الله الرحمن الرحيم check of deflection by etaps model هنعمل check على deflection باستخدام برنامج etaps وضبل check هنستخدم نفس السقف ونعمل check deflection باستخدام برنامج safe ونقارن نتائج deflection من برنامج etaps وبرنامج safe اولا من قائم define section اتأكد انه كل frame section بتاعها بواحد يعني طبعا في الزلازل بتبقى point three five ولكن المومنت of inertia بخليه بواحد وهكذا لبقى الكاميرات وبرضو بالنسبة للاعمدة modify اتأكد انه المومنت of inertia about 2 اكسس وابوت 3 اكسس بواحد ده بالنسبة للقاميرات وبالنسبة للبلاطات define section slab section slab 250 برضو الموديفاير برضو نفس النظام في البندنج ام واحد واحد وبندنج ام اتنين اتنين وبندنج ام واحد اتنين كل بواحد دي الخطوة الاولى الخطوة التانية اني بختار كل البلاطات select select object type واقول له floors واقول له select كده اختار 10 اللي هما العشر بلاطات في العشر اه ادوار واقول له assign shell floor cracking واقول له consider selected floor object in floor cracking analysis واقول له اوكي بعد كده بختار من select by object type اختار columns والbeams اللي هو frame element واقول له select واقول له assign frame floor cracking وانشط consider selected beam object in floor cracking analysis واقول له اوكي بعد كده بختار select all واقول له select برضو اقول له assign shell واقول له floor cracking واقول له consider selected floor object in floor cracking analysis واقول له بعد كده بسايف الموديل دي الخطوة رقم اثنين الخطوة رقم ثلاثة عايز اعرف حالات التحميل الخاصة بالdeflection من قائمة من قائمة ديفاين لود كيس هعمل ثلاث حالات تحميل لود كيس وان ولود كيس تو ولود كيس سري لو قلت له موديفاي طبعا هي نون نون لنيار وطبعا كل اللود عبارة عن كل الديد لود فالديد لود عبارة عن الديد لود و احمد الحوائط وبضيف اللايف لود وطبعا الاسكيل فاكتور بواحد والفولور كيس عبارة عن كيس شورت تير موقول اوكي اللود كيس نومبر تو هي زي اللود كيس رقم واحد ولكن اللايف لود برب و كذلك برضو بالنسبة للفولور كيس هي شورت تير موقول اوكي اما بالنسبة ل اللود كيس سري بقوله زي كيس اتنين اللايف لود بربع ولكن الكراك ده هنا بعد كده بقوله واسم حالة اسمها طبعا اد نيو كومبو واسم حالة اسمها وحالة التحميل اللي هي اللونج تير عبارة عن اللود كيس نمبر وان ماينس اللود كيس نمبر تو بلاس اللود كيس ماينس سري وطبعا الكمبيناشن طيب هنا لنيار تمام بعد كده من اناليز جراك اناليس اوبشن و بختار الشبكة اللي موجودة عندي في البلاطة طبعا منم رينفورس اناليس في التنشن رينفورس وفي الكمبريشن رينفورس انا عندي شبكة ستة اه فاي عشرة او فاي عشرة ات مية وكمسين اللي هي ستة بوينت ستة ستة لو ضربتها في الاريا الفاي عشرة اللي هي تبين وسبعين ونص واسمتها على شريحة عرضها الف ميلي و بتاح همتين وخمسين هتطلع الرقم ده في البوسط والنيجاتيف وقل اوكي وبعد كده طبعا من قائمة ديفاين اه ماتيريال الكونكريت عندي اف برايم سي تلاتين ميجا بسكال طبعا لو الوحدات خليناها بالطن والمتر طن متر ومن قائمة ديفاين ماتيريال سي تلاتين موديفاي هنا طبعا اللي هو الموديلس كراك رابشور اللي هو بيساوي بوينت سيكس تو جازر اف برايم سي تمام بحسبها من المعادلة تمام واعوض في المعادلة واشوف القيمة واكتبها هنا تمام وبعد كده بعمل ران للإتابس موديل علشان برضو نعمل الكلام دوت على موديل السيف فعملنا من قيمة فايل امبورت افتو كي فايل وعملنا ملف سيف آآ للسقف وبرضو نفس الموضوع ابتدينا نعرف آآ ديفاين لود كيسز تلت حالات التحميل برضو اللي هما كيس وان وكيس تو وكيس سري بنفس الكونسبت اللي احنا اشتغلنا عليه في موديل الاتابس آآ طبعا نان لينير كراجد الكيس رقم واحد والكيس رقم اثنين كل ما هو دد في واحد وكل ما هو لايف لود في بوينت تو فايف ونان لينير كراجد وبعد كده تدينه نعرف الكيس رقم تلاتة اللي هي نان لينير لونج تيرم آآ كراجد واللايف لود برضو فيها ببوينت تو فايف وآآ برضو ديفاين ماتيريالز هي هنا متعرفة ماتيريال رمبر وان آآ ماتيريال نومبر وان طبعا آآ التعريب بتاعها زي الاتابس بالزبط والاف برايم سي تلات تلاف وبرضو الموديل بيحسبه فبالتالي آآ وطبعا نفس الاحمال اللي موجودة على السقف الفلور كابر بوينت تو الوول بوينت سري اللايب لود بوينت تو زي ما هو موجود في الاتابس موديل بالزبط وبعد كده عملنا آآ ران لالاناليسيز آآ بعد اما الاتابس يرن هنشوف قيم الدفليكشن آآ ظهره كان في الاتابس موديل وهنقارنها بالسيف موديل تمام؟ آآ وطبعا البيلان ده اللي هو آآ امبورت من البيلان نومبر فايف في الاتابس آآ فلو ظهرنا قيم الدفليكشن في ملف السيف آآ هاجي عندي اللو بالنسبة لي آآ الاتابس موديل الموديل ران آآ طبعا آآ هنجيب البيلان رقم فايف اللي هو احنا عملنا له امبورت آآ ليه ملف السيف واشتغلنا عليه آآ وطبعا علشان بس نظهر السابورتس او الكولومز ويشير وول فهنلاحظ زي ما قلنا انه هنا في آآ تلات اعمدة وفي هنا تلاتة شير وول فلو انا عايزة على المكان ده في نص مثلا البلاطة آآ بالمناسبة المسافة في اكس آآ بتساوي المسافة فوق يعني البحر ده بيساوي البحر ده بيساوي ستة متر فلو انا عايز ازهر في المنتصف هاجي من آآ قايمة شو ديفورمت شيب اختار اللي هي الدفليكشن والشو كونتورز اللي هو ديس بليسمينت يوزد واختار آآ المينيموم تمام وبعد كده هقول له ابلاي وعايزة تشيك ديفليكشن على هذه البوينت البوينت ديت آآ لو خلينا الدفليكشن يزهر قيمه بآآ الميلي تمام زي ما قلنا عايزين نزهر قيم الدفليكشن في النص البحر هنا فالقيمة دي طلع عشرين بوينت سبن ميلي فعشرين بوينت سبن ميلي آآ واضح شكل الدفليكشن ان هو آآ يعني شكل تقريبا جاي من خلال هذا البحر في هذا الاتجاه يعني شكل جاي كده فبالتالي متوزع على البحر ده تمام طيب آآ القيمة دي زي ما قلنا آآ واحد وعشرين ميلي بس دي قيمة طبعا آآ 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 فاليو احنا عايزين آآ فالقيمة دي طلعتاشر بوينت تمانية والقيمة طبعا الشيرول هنا فالقيمة اللي قصاتها هنا آآ ستتاشر بوينت تمانية طيب ستتاشر بوينت تمانية ودي التلاتاشر بوينت تمانية ده معناه ايه? عشان احسب الريلاتف دفليكشن قلنا ستاشر بوينت ايت بلس قيمة دي قلنا كام تلاتاشر تقريبا على الاتنين يبقى كده القيمة الافراج واطرحها من القيمة الابسوليوت اللي في النص هنا اللي هي تقريبا كانت آآ ناقص عشرين بوينت سبن يعني بنتكلم تقريبا حوالي خمسة بوينت ايت ميلي او ستة ميلي الدفليكشن والدفليكشن الحقيقة هنا قيمته قليلة لانه طبعا البحر برضو ما هواش كبير وصمت البلاطة برضو خمسة وعشرين سانتي آآ بالنسبة ليه ملف السيف آآ لو ظهرنا اللوت كومبينيشن اخترنا الدفليكشن وقلت له ابلاي آآ ابتدي برضو اظهر قيم الدفليكشن لو خليناها بالملي وقلت له اوكي القيمة ديت بنتكلم في حوالي سبعة ميلي طيب زي ما قلنا القيمة دي كان وهنا عند الشرق الفور بوينت تو يبقى لو قلت فور بوينت تو بلاس تو بوينت فور سري على الاتنين ده اكوال سري بوينت سري بوينت سري هطرح منه ناقص سبعة بوينت واحد اطلع في حدود اربعة ميلي يبقى ازا الدفليكشن في برنامج الاتابس كان في حدود 5.8 ميلي او ستة ميلي والدفليكشن في برنامج السيف في حدود اه اربعة ميلي يعني النتائج تكاد تكون قريبة والإتابس كمان بيكون سيف سايت بيدي نتائج أعلى شوية من نتائج برنامج السيف وبالتالي يبقى ممكن من خلال الإتابس موديل تعمل تشيك على وتبتدي تشوف قيم على جميع الأسقف خاصة لو الأسقف مختلفة وفي فراغات مثلا مختلفة في دور عن دور آخر وبالتالي يبقى انت بتكسب وقت وبتشيك على لجميع الأسقف وما ننساش الأسس أو النقاط المهمة اللي احنا تكلمنا عليها ان احنا بنخلي كل بواحد وان احنا بنعمل كراكينج ل آآ البلاطات والأعمدة والشيرول وبنعرف حالات التحميل آآ الخاصة بالدفليكشن وبعد كده بنبتدي نتشيك على الاجش والدفليكشن وانقرنه بالقلوب والدفليكشن اللي هو اللي على امتين واربعين آآ طبعا آآ البحر زي ما قلنا البحر ستة متر آآ يعني لو قسنا المسافة دي زي ما قلنا من هنا لهنا تقريبا قلنا ستة متر وهي برضو من هنا لهنا اللي هي آآ ستة متر برضو تمام كده آآ وبالتالي آآ اللي هو ستة او ستة الاف ميلي على ميتين واربعين طبعا خمسة وعشرين ميلي وده اكتر من بكتير وبالتالي البلاطة آآ سيف آآ دفليكشن اشتركوا في القناة